رحب الآن بطالبة حلا تميمي وهي الأولى على المملكة في التوجيه من ذوي الإيهاقة أهلاً وسهلاً فيك حلا شرفتنا ونورتنا وبدأ أقولك إحنا ما في إشي بيمر علينا هيك بحلوة يا دنيا حتى ولو يعني امتحارات التوجيه مر عليها فترة ولكن تستحقي وبدأ أقولك من هلأ ألف مبروك على هذا الإنجاز الكبير اللي قدمتي حلا أنت حصلت على معدل 98.6 بفرع الأدبي بالتوجيه فأهلاً وسهلاً فيك وألف مبروك أهلاً فيك ميز صباح الخير لإلكم ولجميع المشاهدين بحب أشكركم كثير على استضافتكم لإلي ببرنامج حلوة يا دنيا وأنا سعيدة كثير ومبسوطة اليوم بتواجدي معكم أهلاً وسهلاً بسعدنا وبشرفنا حلا حلا بدنا نحكي أنه حضرتك من مدرسة المخلص الإنجيلية الأسقفية العربية من مدينة الزرقاء وأنت الفرع الأدبي صح؟ أنا من الفرع الأدبي تمام أدية جيبتي بالتوجيه 98 و 7 8 و 7 أنا قلت 6 98 و 7 شفت اللي استألنا في هذا العشر أنا قاصد المتقصد حتى نرجع نأكد هذا العشر فيه جهد مضبوط ولا لا أكيد طبعاً المعلومة اللي عندي بتقول أنه مش بس الأولى على مستوى المملكة كمان بل أنت كمان التالتة على مستوى المحافظة أنا التالتة على تربية الزرقاء الأولى والأولى على المدارس الخاصة بالفرع الأدبي بمحافظة الزرقاء ما شاء الله أنت من أنت صغيرة في المدرسة؟ في نفس مدرسة المخلص؟ أنا بنفس مدرستي من الكي جي وان لها هلأ وبحب أشكر مدرستي بكادرها الإداري ممثلي بمديرتي مزدعاء بشارات وكمان بكادرها التدريسي وبخص بالذكر معلمتي اللي درستني لغة برايل مسمريم ملكاوي لأنه كان لها دور كتير كبير بأنها تساعدني أحقق معدل كتير عالي ما شاء الله حلا بالمدرسة من أي صف الطالب يبلش يدرس أو يفهم لغة برايل من صف كي جي وان من أول ما فتت المدرسة بلشت أتعلم هاي اللغة وأفهمها وقديش كان ياخد منك وقت يعني ممكن هذا السؤال كتير نفسي تسأله ولكن بالنسبة لطالبة كفيفة يمكن الجهد رح يكون أكبر لابدوا أنه الجهد رح يكون أكبر بالنسبة لك بالتوجيهي أو ما قبل التوجيهي هل كنت تحريصي دائما أنك تدرسي تتابعي دائما بدراستك بالتوجيهي كم كان ياخد منك وقت هل المواد مثلا كانت جميحة متوفرة ببرايل فهذا أيضا يعني ساعدك أنك تحصلي على هاي العلامة العالية أكيد طبعا كان بده مني جهد وقت أكبر والمواد طبعت الدوسيات بلغة برايل بمكتبة بحيث أني أنا أقدر أدرس عليها وأتابع موادي أول بأول كان عندي إرادة وعزيمة وإصرار لحتى أدرت أحقق الإشي اللي أنا أتمنى بمعدل العالي طب هي المواد مش متوفرة ببرايل مواد التوجيهية ليست متوفرة ببرايل يعني الكفيف نفسه لازم يروح أو مثلا أحد من عائلته لازم يروحه ويطبعوها بلغة برايل بس عشان إحنا نكون واضحين وفاهمين هلأ كمنهاج الوزارة هو متوفر بمدرسة أكاديمية المكفوفين بس كدوسيات الأساد ذا هي اللي لازم الأهل يطبعوها بلغة برايل أنت الوحيد الكفيفة في المدرسة؟ لا لا فيه كمان طلاب كفيفين يعني المدرسة مدرسة دامجة وفي عندها خبرة في هذا الموضوع أكيد طبعا المدرسة مجال الدمج عندها كان كتير ممتاز نعم والله أنا بدي أسأل على الجديد لأنه منسمع أنه النتائج طلعت نتائج قبولات الجامعات بالنسبة للتوجيه اليوم لما أنت بتجيبي هذا المعدل 98.7 اليوم شو طلع لك وفي أي جامعة؟ طلع لي لغة عربية وآدابها بالجامعة الأردنية وإن شاء الله بدي أتخصص بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يعاني عليك ما شاء الله يعاني عليك وإن شاء الله بتحققي كل أحلامك وأمنياتك أنا بدي أرجع للمدرسة ونقول عن هذه المدرسة اللي إحنا ذكرنا اسمها مدرسة المخلص الإنجلية الأسقفية العربية في الزرقاء إحنا منقول عن مدرسة دامجة بحب أنك أنت تنقلين تشجبتك لأنه للصراحة وإحنا لازم نكون واضحين أمام الكثير ممن يتابعنا هناك مدارس بتقول عن نفسها بأنه هي دامجة وهناك مؤسسات بتقول عن نفسها بأنه هي دامجة دامجة معناها أنه هي موفرة كامل التسهيلات البيئية للأشخاص دو الإعاقة بأنهم يستخدموا جميع مرافق المدرسة بكل سهولة وأرياحية وما يكون في أي تقصير بحق الأشخاص دو الإعاقة اللي بدرسوا بهاي المدارس أديش أنت من زي ما قلت أنت من الكي جي ون يعني من عمرك كان مثلاً ست سنوات إلى الآن تخرجتي من هاي المدرسة هل هي فعلاً هذه المدرسة تتمتع بتسهيلات بيئية؟ هل هي فعلاً على أرض الواقع مدرسة دامجة بكل التفاصيل المطلوبة؟ أكيد طبعاً مدرستي أنا تجربتي معها بالدمج كانت كثير رائعة كانت موفريت لنا كل التسهيلات ومهيئت لنا الظروف لحتى إحنا نقدر نستخدم مرافق المدرسة ونتعاون مع زملائنا بكل أرياحية وسهولة ماشاء الله تسمحيلي أنا بدي أطلب من والدك والدك معلم صح؟ أستاذ مدرسة أستاذ معلم صحك سعيد يا مرحبا أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً مستاذ أهلاً وسهلاً تفضل تعرفوا أنتو الأهل عندكم كمان دور الله يعطيكم العافية بس اليوم من حالة فهمنا أنه هي في المدرسة من من كيجي وان من كيجي وان أمر أربع سنين كانت حالة ماشاء الله أنا قلت ستة هي أربع لا هي ستة لصف الأول من أربع سنين كيجي وان طب ماذا عن قبل الكيجي؟ كيجي طبعاً حالة كانت تجربتنا معها يعني تجربة شوية بدها دقة هنحكي حالة ولدت من الولادة كفيفة من بداية عمره هي كفيفة حالة إحنا لما انتبهنا لها إنها كفيفة كان لازم كدور أب وإم نشتغل عليها إن إحنا نبلش فيها نعرفها على حواليها إحنا كأشخاص كيف بدنا نتعرف على حواليك أو كيف تكسب مهاراتك الحياتية بصير تعطي أغسلة من خلال رؤية مثلاً حالة إنت بدك تاكل عادي أخي سيد فؤاد كيف بدك تاكل؟ بتتفرج الطفل بتتفرج على الأبه على أمه على أخوه كيف باكل؟ حالة ما عندها هاي المؤثرات البصرية اللي تشوف اللي حواليها كيف باكله فبلشت أنا أخدها على خصائيين أنا ووالدتها ندربها كيف تبلش تاكل كيف تسمع الأصوات تتجي على الأصوات الموجودة طبعاً الخبراء وخصائيين كانوا من كندا من الهند تكوننا نتوفر معها والحمد لله بلشنا خطوة خطوة نخلي حالة يعني تمشي بالحياة بسهولة والحمد لله حتى سلنا ننسى أنه عندها أي نوع من ذوي الإحتياجات ماشاء الله حمد لله رب العالمين وأنا كمان بدي أقول أنه قراركم بأن يعني دخلوها على المدرسة من الكيت جوان من عمر أربع سنوات لصراحة هو في جرأة أنا ما بخوف الأهل ولكن في هذا قرار ليس بالقرار الهين ليس بالقرار السهل على الأهل اللي بيكون في عندهم أشخاص من ذوي الإعاقة واللي بيساعد على هذا الموضوع هو الثقة اللي عم تعطيها المدرسة إلي بأن أستطيع أن أضع ابنتي وأنا أشعر بالأمان وأنه ابنتي بأيدي أمين فقديش هذا الإشي برضو ساعدكم التعاون ما بينكم وبين المدرسة قديش المدرسة في عندها وعي بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة صحيح إحنا كان قدامنا خيارين لا بالنسبة لحالة إما إما نحطها بمدرسة المكفوفين اللي كلهم مكفوفين أو نحطها بمدرسة دامجة فأنا ووالدتها اخترنا أن نحطها بمدرسة دامجة حتى تكتسب مهارات حياتية تعيش حياتها الطبيعية مزبوط تتعامل مع الأشخاص بكل أريحية كيف تتعلم كيف تنزل مثلا من الصف للساحة من الصف للصف للصف الخاص لتتنقل في كل المدرسة فهذا كثير أثر على الحياة في حياتها الشخصية إنها صارت يعني أمورها كلها سهلة في حياتها ما تغلبنا محولها في أي شيء ما شاء الله والله يعطيك العافية أنت ووالدتها هذا إنجاز مهم قبل أنتقل لمديرة المدرسة المعلمة دعاء البشرات بدي أسألك سؤال اليوم ممكن الأهل يعني بشكل عادي يقولك إحنا المهم الطالب أو الطالبة يعني يندمجوا مع المدرسة يحصلوا علم معين يتفاعلوا يعني يدبروا أمورهم ولكن موضوع الإنجاز العالي والتفوق يعني هل كان في ذهنكم هل كنتم تتوقعوا مثلا هذا الشيء بكل صدق صحيحة حالة كانت منذ الطفولة يعني كانت مبشرة إنها طالبة شاطرة طول عمرها من مراحلها الأولى هي الأولى على الصفوف على المكفوفين والمبصرين في المدرسة من الأول للتاني دائما معدلاتها وعدلاتها 98 99 100 فلما وصلت المرحلة الثانوية كانت برضو أدي المسئولية وتعبت على حالها اجتهدت وثابرت الحمد لله كان في دعم من طرفكم بأن تتابع بالدراسة دائما كانت تقول عن الدوسيات للمعلمين أنا ما بحكي بس عن التوجيهي لأن التوجيهي عبارة عن تراكم سنوات ماضية يعني ما بزبط أنا على التوجيهي أدرس هي تراكم سنوات صحيح هلأ إحنا كونه تربويين أنا معلم مدرسة وولدتها مديرة مدرسة كمان فكان إنا دور كبير إحنا نوجهها كيف نسهل لها أمورها الدراسية هلأ في مشكلة كانت شوية بسيطة إن هي تحويل الدوسية هلأ المنهاج الأردني موفر للطلاب المكفوفين لكن التبعيات تبعته يضطر الأهل يدوروا ويبحثوا عن أماكن يتوفر هذه الأماكن نحن الحمد لله توفقنا بمكتب في عمان كنا نحول كل دوسيات على لغة إبرايل وهي خلال السمع كنا نجبلها بطاقات المعلمين تسمع تتبع مع هذه الدوسيات وتعطي وقتها كويس للدراس والحمد لله رب العالمي جيد جيد إذن الآن بنحب كمان بهالنقاش تكون معنا المعلمة دعاء بشارات حضرتك مديرة مدرسة المخلص الإنجلي الأسقفية العربية نحن نحكي على تاريخ موجود في الزرقاء تقريباً سبعين سنة إذا أنا مش غلطان مثل دعاء صباحك سعيد صباحك سعيد يسعد صباحكم جميعاً ويسعد صباح الوطن الغالي وإن شاء الله أنه يكرر مثل هذا النموذج مثل حلاء وآخرين وإتاحة الفرصة للبقية حتى أنه يكونوا بهذا المسار لأنهم جزء من نسيج الوطن طيب سيد دعاء بدي أبدأ معاك كالتالي قبل ما ميس تسأل يعني يعطيكم العافية من الروضة إلى التوجيه وتفوق اليوم دعاء بتغيب عنكم أربع سنوات وإن شاء الله أقل ترجع عندكم موظفة في المدرسة أو كيف؟ هل نؤمن لها من الآن الوظيفة؟ نعم 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 أنا ممكن أذكر قصة نجاح الموجودة عندي الآن أنا في عندي إحدى طالباتي الآن هي تدرس المنفوفين داخل المدرسة والأجمل أنه هي بتقوم بحصص للنشاط الاجتماعي والتوعوي داخل الصفوف وصفوف جميحة مش مقتصر على صفوف صغيرة يعني من قبل أكمل يوم كانت عم بتقوم بنشاط وتوعية للصف العاشر فهذا يعتبر إنجاز كبير إنه هي مدموجة دمش كامل مش فقط تعليميا وأكاديميا وإنما داخل المجتمع كموظفة ممتاز يعطيكم ألف عافية مزدعاء كم عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الطلاب من ذوي الإعاقة اللي بدرسوا بالمدرسة الآن؟ هلأ إحنا تدرجنا وبحب أذكر إنه إحنا أول مدرسة بالأردن قامت بهذا المشروع الجميل والإنساني كان من 2001 بدأنا بثلاث طالبات بفترة من الفترات كان عنا 17 طالب الآن عنا ست طلاب طبعا في منهم خرجين في منهم يتخرجوا والآن بدرسوا بالجامعة الأردنية وإحدى طلابنا من ضعاف البصر الآن بدرس صيدة لي ما شاء الله طيب كنا عم نحكي مدرسة دامجة نعم اللي الآن عم بتابعنا ماذا تعني المدرسة الدامجة؟ يعني أعطينا هيك من بعد إذنك بتعريف سريع بسيط لجميع من يتابعنا شو يعني إحنا نقول إنه هذه المدرسة دامجة وبشهادة أهل وبشهادة أيضا طالبة سألتها قبل قليل هل فعلا هذه المدرسة لما نحكي عنها دامجة معناها إنه هي بتوفر جميع التسهيلات البيئية لمختلف الإعاقات اللي بترتاد هذه المدرسة فماذا نعني بالمدرسة الدامجة؟ وهو المثال الذي ينطبق على مدرستكم يا سيدتي المدرسة الدامجة أو معنى كلمة دامج إنه هي إتاحة الفرصة للجميع بأنه يأخذ فرصة بالتعليم والمساعدات الأكاديمية كالجميع وزي ما ذكرت أنا هم شئنا أم أبينا جزء من هذا النسيج لذلك هو يحصل على جميع الامتيازات التي يحصل عليها أي طالب وخليني أذكر هي أنواع الدمج الدمج هو الدمج الجزئي أو الدمج الكلي أو الدمج المكاني فإحنا لما دمجنا بمدرسة المخلص الإنجلية في الزرقاء إحنا دمجنا دمج كلي أي يعني هم بيكونوا بصفوف زيهم زي زملائهم بأخذوا فرصتهم بجميع الأساليب التعليمية بأخذوا فرصهم من معلميهم بعدين من ترجم البنهاج بلغة بريل نأخذه من أكاديمية المكفوفين فلذلك الدمج هو يعني الوصول إلى حالة تكامل وجودية لهذا الطالب داخل مدرسته وممكن تسألوا حلا أنهم يمشوا بالمدرسة ويتصرفوا ويلعبوا مع أصدقائهم ما حدا يشعر أنه أنا في عندي طالب مختلف وممكن ما نسميه هو الطالب ذوي إعاقة أو كفيف بصري إحنا التسميات الجديدة أصبحت هو ذوي احتياجات مختلفة لأنه كل إنسان فينا له حاجة مختلفة فهذا النسيج نعم مفهوم يجب أن يكون مقبول من الجميع مسدعاء أنا من تجربتي عندكم ولو بدي دقيقة بحب أعطي هالتعليق ونكمل من عندك لكل من يعني لكل من يتابعنا إحنا إن شاء الله في المستقبل بنكون عندكم في كاميرا في المدرسة ونورجي الناس المدرسة أهلا وسهلا ما حدا يفكر إنه مدرسة المخلص وهي مدرسة أهلية تستحق كل الدعم من المجتمع ولكن ما حدا يفكر إنه منحكي على خمس نجوم وسبع نجوم أعتقد العقول اللي موجودة أعتقد العقول اللي موجودة عندكم ككادر تعليمي كموظفين كطلبة أعتقد هون العقول خمس نجوم وسبع نجوم هاي العقول اللي بتستقبل كل ذوي الإحتياجات المختلفة أو ذوي الإعاقة وأنا من هون بحب أفهم منك قديش أنتو بتشتغلوا على الطلب الآخرين لقبول اللي ممكن البعض يعتبرهم مختلفين يا سيدي أهم شيء برسالة التعليم إنه كل الطلاب وهذا مش تنظير هذه هي حقيقة في مدرسة المخلص إنه هذا الشخص هذا الطالب أنا بدي أأهله للمجتمع يكون في عنده رؤية ما يعطى من معلومات معلومات موجودة بكل مكان لكن ما يعطى من معلومات وعلم يجب أن يترجم لحياته الشخصية المستقبلية وما يترجم بحياته المستقبلية هو ذا ينعكس علي وعليك بالمستقبل لأنه هذا إذا أنتجت أنت إنتاج صحيح متعلم هو ينعكس عليك بالخدمات المجتمعية والأكاديمية لأنه هذا يريد أن يخدمك بالمجتمع بعدين نعم حلاء زي ما ذكرنا ممكن تأتي عندي معلمة فأنا كيف أعطيتها تعليم صحيح ورؤية وإهتمام اجتماعي وإهتمام تربوي هذا سينعكس علي وعلى المجتمع وعلى المجتمع صحيح على المجتمع ككل هذه رسالة التعليم ليس رسالة التعليم بس أن أعطي معلومة معلومة موجودة بكل مكان لكن كيفية إعطاء المعلومة وكيفية ترجمتها بحياته نعم نحن نشكرك جزيل الشكر نقول لكم يعطيكم ألف عافية يعني جميع العاملين في هذه المدرسة وحضرتك أيضا كمديرة تترأسين هذه المدرسة وتديرين العملية التربوية والتعليمية في مدرسة المخلص الإنجلية الأسقفية العربية المعلمة دعاء بشارات ونبارك لكم بردو بهذا الإنجاز اللي قدمته حلاء ترجمة نانسي قنقر